موسيقى من منا لم يعرف الشيخ الجليل عمر المختار أحد رموز المقاومة الليبية للاحتلال الإيطالي في مطلع القرن العشرين لربما كثير مننا تعرف عليه من خلال الفيلم الشهير الذي أخرجه مصطفى العقاد والذي جعلنا نتأثر عاطفيا وفكريا بتلك الشخصية الفذة لكن لأي درجة فكر أي مننا أن يقرأ عن المختار بعمق وأن يعرف تفاصيل لا يمكن لفيلم سينمائي أن يسعها ولأي درجة حاولنا أن ندرس خفايا هذه الشخصية التي سطرت الملاحم البطولية في تاريخنا العربي والإسلامي لنعرف الظروف التي أنتجت أفكارها ونفسيتها في حلقة اليوم سنحاول أن نصلت الضوء على شخصية عمر المختار من خلال استعراض بعض من أفكار كتاب ألفه الدكتور علي صلابي حوله بعنوان الشيخ الجليل عمر المختار ما أهمية هذا الكتاب ولماذا قد نحتاج أن نقرأه ونتدرسه في وقتنا الحالي حديث مفصل مع ضيفنا في الستوديو الباحث والكاتب طالب دغيم يسعد صباحك طالب أهلا سهلا فيك أهلا فيك لربما من المهم جدا أن نتعرف على الكاتب والذي هو أصلا ليبي الدكتور علي الصلابي وهذا الأمر يتقاطع مع شخصية عمر المختار فحدثنا أكثر عن أفكار الدكتور علي الصلابي نعم هذا الكتاب هو الاختيار جاء لي لرغبتين رغب أن الدكتور علي الصلابي هو من كتبه ولأنه كتب عن شخصية حتى الآن تسكن ذاكرة الأجيال وتعيش مع قضايا الشعوب الشعوب العربية والإسلامية وحتى القضايا الإنسانية جميعا الدكتور علي الصلابي هو باحث ومفكر وداعي ليبي إسلامي درس في لسانس في كلية الدعوة بجامعة المدينة المنورة عام 1992 حضر على الشهادة ومن ثم درس الماجستير والدكتوراه في جامعة أمدرمان وأنهى الدكتوراه عام 1999 الدكتور علي الصلابي اشتهر بمؤلفاته حول التاريخ الإسلامي وحول أيضا القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم آخر مؤلفاته كان كتاب عيسى عليه السلام وكتاب نوح عليه السلام والطوفان العظيم قصة ميلاد الحضارة الإنسانية الثانية وهو الآن يمشي في سلسلة اسمها أولو العزم من الأنبياء الدكتور علي الصلابي اهتم في كتابة التاريخ الحديث بالشخصيات ورموز الكفاح الوطني كان من أبرز الشخصيات الشخصية عمر المختار وكتب عن عبد الحميد بن باديس وعبد القادر الجزائري وكتب عن الزعماء السنوسيين فالدكتور علي الصلابي اهتم بكتابة التاريخ الحديث بالتركيز على الشخصيات الكفاح لأنه لديه هدف وهو أن تسكن تلك الشخصيات ذاكرة الشعوب وتعيش مع قضاياها كتاب الدكتور علي الصلابي عمر المختار هو كتاب من القطع الصغير حجم الكتاب 135 صفحة يتألف من ثلاث مباحث المبحث الأول تحدث فيه عن نشأة وصفات عمر المختار وأعماله وبداية حركة الدعوة وأيضا بداية نضال عمر المختار ضد الاستعمار وفي المبحث الثاني تحدث فيه عن استمرار عملية النضال التي قادها عمر المختار في ليبيا وتحدث فيه أيضا عن استلام الفاشيست للحكم إيطاليا وماذا نعكس ذلك على استعمار ليبيا وتحدث عن المحاكمة الطيارة التي أنشأها الإيطاليون في ليبيا والمبحث الثالث تحدث فيه دكتور علي الصلابي عن نهايات هذا القائد الجليل هذا الشيخ المجاهد وكيف تم أسره وإعدامه وما أثار وأصداء إعدامه على العالم العربي والإسلامي وماذا قيل من شعر وماذا قيل من نثر وماذا قيل من أقوال حتى من أعدائه في شخصية البطل المجاهد عمر المختار نعم يعني جميعنا يعرف ولو القليل عن المجاهد عمر المختار لكن لابد أن نتعرف عليه أكثر معك نشأته وصفاته نعم عمر المختار هو عمر بن مختار بن عمر من قبيلة المنفي الهلالية الليبية ولد في منطقة الجنزوة في قرع شرق طبرح عمر المختار تميز منذ صغره بصفات ميزته عن أقرانه والده توفي وهو في طريق إلى الحج فأوكل تربيته إلى الشيخ حسين الغرياني الذي كان شيخ زاويت جنزور الشيخ حسين الغرياني اهتم بتعليم القرآن الكريم والحديث والتفسير ومن ثم نقله إلى معهد الجغبوب وهما قرد دعوة السنوسية في الصحراء هذا المعهد بقي في عمر المختار حوالي 8 سنوات تربى على تعليم الحركة السنوسية وقال إن قيمة في وطنه مستمدة من السنوسية ولذلك التصق بأفكارهم وتربى على أيدي الشيوخ مثل الزروان المغرب وكذلك عدد من الشيوخ الفاضل مثل فالح بن محمد الظاهر المدني والذين شهدوا بنباهته وذكائه ونتيجة لذلك قرابه محمد المهدي السنوسي وهو الزعيم الثاني في الحركة السنوسية وأخذه معه في رحلة إلى الكفرة ومن ثم إلى السودان وفيما بعد عينه شيخا لزاوية القصور في الجبل الأخضر ومن هناك قاد مسيرة الجهاد عمر المختار وعرف عنه ألقاب كثيرة وعرف عنه لقب أسد الصحراء شيخ الشهداء أمير المجاهدين وألقاب كثيرة أطلق عليه القريب والغريب والعدو الصديق والتميز بطبيعته البدوية حيث أنه كان متوسط القامة كان جش الصوت وكان هادئا أيضا في طبعه وكان متزنا في صفاته وكان يتحلى بأخلاق القرآن الكريم لأنه أخر نصيحة محمد المهدي السنوسي منذ كان في معهد الجغبوب عندما قال له اجعل القرآن وردك في حياتك ولذلك يقيل حسب الروايات أنه كان في كل أسبوع يقوم بختمة القرآن الكريم عمر المختار عاش مع القرآن تحلى بمفاهيم القرآن الكريم ونقلها إلى الأجيال وأصبح مربيا في زاوية القصور في الجبل الأخضر جميل أيضا الحركة النضالية التي قادها عمر المختار كانت حركة طويلة جدا امتدت على مدار سنوات بالتأكيد لا يسعنا أن نذكر كافة التفاصيل لكن هل لنا أن نلخص أو إذا استطعت أن تلخص ببضع كلمات قصة نضال عمر المختار وما هي أهم الأمور والمفاصل التي لا بد أن يعرفها الجيل الحالي عن قصة نضاله يعني اختصاره في كلمات مسيرة مجاهد امتدت أكثر من عقدين من الزمن صعب أن اختصارها في كلمات لكن يمكن القول أن عمر المختار بدأ مسيرته الكفاحي في خمسينيات من عمره لمدة عقدين أي عشرين عام تقريبا استمر في كفاحي ضد المستعمر الإيطالي بدأت مسيرة الكفاحي لم يكن شاب إذن لم يكن شاب في حركة النضال هو عندما كان شابا كان داعية وكان مرشدا روحيا لجيل لكن في مرحلة قيادته للكفاح ضد الإيطاليين عمر المختار بداية بدأ كفاح ضد الفرنسيين في تشاد عام 1899 عندما قاوم المناضلون السنوسيون هناك المستعمر الفرنسي في تشاد بين عام 1899 إلى 1902 ومن ثم انتقل عام 1908 إلى النضال ضد الإنجليز في منطقة السلوم على حدود شرقي من ليبيا وفي بداية استعمار الإيطالي لليبيا ونزول القوات الإيطالية على سواحل بنغازي نعم نعم تفضل أكمل عند نزول القوات الإيطالية على سواحل بنغازي استطاع عمر المختار أو توجه عمر المختار على فوره إلى منطقة القصور إلى زاوية القصور وهناك جمع من أبناء قبيلة العبيد التي كانت هي مستقرة في تلك الزاوية أو في تلك المنطقة جمع ألف مجاهد وبدأ مسيرة من التخطيط الاستراتيجي لحركة النضال ضد الإيطاليين بالنيابة عن السنوسيين لأن السنوسيين وكلوه في ذلك توجه الزعماء السنوسيين إلى مصر واستقروا هناك ليقودوا حركة الإشراف السياسي والمعنوي على حركة الجهاد وعمر المختار أخذ معارك كبير ومعه الأبطال من الثوار الليبيين من كافة المناطق واستمرت هذه الحركة حتى تسلم الفاشست هنا تحولت موازين القوى اعتمد عمر المختار في تلك المرحلة بعد تسلم الفاشست العام 1922 على سياس الكر والفر ومعارك العصابات لكن عمر المختار كان لديه خطة في إدارة الشؤون الداخلية للمقاتلين وقبائلهم حيث أنه اعتمد على ما يسمى الدارات أو المعسكرات كل قبيلة كان لها معسكر وكان يشرف على كل قبيلة أو كل دارة قائم مقام كان يعينه عمر المختار وكان داخل تلك المعسكرات أو الدارات كان مجلس الأعيان القبيلة يقدم المشهورة وكان عمر المختار اعتمد النظام العسكري العثماني في إدارة تلك الدارات حيث أنه كان هناك تقسيم عسكري حيث أنه كان هناك قائم مقام وكان هناك القومندان والبكباشي واليوزباشي وهي مراتب عسكرية كان يعطيها لمن يثبت نفسه في الميدان كان هناك مجلس عسكري أو مجلس استشاري عند المختار هو من أصدقائه المقربين والذين كان لهم دور نضالة كبير من أشهر هؤلاء الفضيل بن عمر أو عمر الذي كان معروف في صداقته للمختار والذي استشهد عام 1927 وأيضا كان هناك يوسف بورحيل وغيرها من القادة الذين سطروا صفحات مضيئة في تاريخ الكفاح ضد الإيطاليين رغم أن الإيطاليين تتبعوا سياسة بشعة خاصة بعد استلام قرسياني الحكم برقة وبدأ بسياسة الأرض لمحروقة وبدأ باعتقالات جمعية للقبائل داخل الأسلاك الشائكة وأغلق الحدود المصرية الليبية ليضل ضيق على حركة النضال الليبية بقيرة عمر المختار نعم قد يكون أكثر المشاهد المؤثرة في الفيلم هو لحظة وقوع الأسر وقوع عمر المختار في الأسر فعليا أنا استذكرت المشهد ففعلا أثر في الكثيرين فلو تخبرنا فعليا كيف وقع الأسر كيف كانت أخر أيام حياته العمر المختار نعم في تاريخ داعش سبتمبر عام 1931 كان المختار يقوم بدوريات شبه يومية على جبهات القتال مع الإيطاليين وهناك وادي جنب في منطقة الجبل الأخضر اسمه وادي الجريب هذا الوادي كثيف كله غابات كثيف بالأشجار ومنطقة وعرة نزل فيه المختار وإذ بالجواسيس من المحليين الليبيين أوصلوا رسال إلى الإيطاليين بأن عمر المختار هو يبيت ليلته في هذا الوادي وكان معه فقط أربعين من المقاتلين الليبيين ولذلك أطبقوا على الوادي من كل الأطراف الإيطاليين وخاضوا معركة حميد الوطيس داخل الوادي وكان عد سقط المختار من على ظهر جواده طعن في يده ولم يستطع أن يتخفى في الأحراش أو غيرها تم القضالي ونقله إلى بنغازي هناك وقيمت له محكمة ميدانية صورية في تاريخ 15 سبتمبر من الساعة الخامسة مساءً وحتى فجر ثاني يوم أكثر من 12 ساعة هذه المحكمة وتم حكم حكماً بالإعدام شنقاً وغيريسياني كان في إجازة في فرنسا قطعها وعاد فقط ليحضر محاكمة عمر المختار كانت تلك لحظة تاريخية مؤثرة في كل من عاشها كان هناك صحفيين أجانب دهشوا لوقع ورهبة هذا الشخص عندما نزله إلى ميناء بنغازي وكل الجماهير الموجودة هناك من إيطاليين وغير إيطاليين من المستوطنيين ومن ليبيين كان ينظرون إليه بدهشة أنه بعد عشرات ومئات محاولات الأسر أو القتل لم يستطيعوا أن يأسره وكان في تاريخ 16 سبتمبر الساعة التاسعة صباحاً سيقى إلى المشنقة عمر المختار وهوية القرآن الكريم يا أيها النفس المطمئة إن ترجعي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي عمر المختار كان هذا الوقع وهذا الحادث له تأثير كبير في كل من حضر من العالم الإسلامي وسمع خرجت المسيرات قيمة صلوات الغائب في البلدان العربي والإسلامي وحتى في بلدان غربي من الهند وحتى أقصاء الغرب قيمة صلوات الغائب وبدأ الشعراء يرثون هذا البطل الشهيد وفعلاً كانت قصاء أحمد شوقي وخليل مطران وأبو الخير طرابلسي تترنع في الأصداء وكانوا قد أبكت جماهير حتى أن قريسيان نفسه قال أن عمر المختار كان رئيساً عربي مؤمناً بقضية وطنه وكان يحبه كل من عرفه ففعلاً كان شخصية تمثلت معاني القيم والرجولة والتطحية والنضال والكفاح الوطني ضد المستعمر وضد المستبد برأيك أستاذ طالب حالياً ما أهمية أن نعيد قراءة شخصية عمر المختار أن نتعرف عليه من جديد بعيداً طبعاً عن الأفلام والأفكار العامة التي انتشرت حوله ما أهمية أن نعيد إحياء ذكرى هذه الشخصية في جيلنا الحالي نعم عمر المختار رجل حاضر في الذاكرة في المخيال الشعبي العام في مخيال كل الشعوب التي تنهض ضد المستعمر وضد المستبد كل الشعوب عندما تخرج في مظاهراتها أو في ثوراتها أو في كفاحها تحمل مقولة نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت هذه كافية لأن ترسخ في ذاكرة الشعوب مبادئ وقيام الدكتور قال عمر المختار استطاع أن يبني بناء مؤسسة على التقوى في مرحلة كانت فيها الجهل والقبلية والعصبية والبداوة مستشرية في مناطق واسعة من ليبيا والعالم الإسلامي عمر المختار ترك بصمة كبيرة في الوجدان الإسلامي حيث أنه كان رجلا مؤمنا وعلم الشعوب وعلم كيف يؤمنون بقضية وطنهم ويحبون ترابهم ويحبون أرضهم ويدافعون عن كرامتهم عمر المختار يمكن أن نقول يبقى الرمز الذي علينا أن نتعلم من سيرته الكثير أن نتعلم من نضاله أن نتعلم من أخلاقه أن نتعلم من تعاملاته حتى مع عدائه عندما دخلوا للمحكمة كان تعامله في قمة في اللرقي وكان يجيبهم أجوبة على قدر السؤال بدون استهزاء رغم أنه في وضع لا يسمح له ليس هناك أمامه إلا الموت لكن عرفه الأعداء بحكمته ونباهته وهذه الصفات صراحة نحن نرى الآن في ثوراتنا كثير من القيم نلزمها لكي تتمثل في إخلاق الشباب في إخلاق الناس الذين خرجوا ضد الظلم أن نمتلك أخلاق الثوار بالنسبة لهذا الكتاب هل الدكتور علي الصلابي قدم قراءة جديدة لشخصية عمر المختار أم أنه فقط استحضر الأحداث والوقائع التاريخية وأعاد ترتيبها وعرضها بشكل منظم ومبسط في الكتاب نعم الدكتور علي أجمل ما في كتابه هو أنه تحدث عن تاريخ كفاح الشعب الليبي ومسيرته النضالية في الربع الأول من قرن العشرين من خلال شخصية عمر المختار هذه المسيرة مسيرة شعب على مدارة التعقود استحضرها الليبيون في ثورات فبراير 2011 عندما كل هذه المسيرة كتاب الدكتور علي الصلابي انتشرت بأعلان طاق واسع في بدايات ثورة الليبي في ليبيا وغير ليبيا هو مؤرخ ومفكر كبير كتبهم انتشرت في كل عالم إسلامي لكن شخصية عمر المختار الدكتوري استحضرها من خلال تاريخ شعب ناضلة وقاومة وثبتة وانتصرة لأن شخصية المختار تزال راسخة في المجدان والمستعمر الإيطالي ولا وذهب وجل عن أرض ليبيا في خمسينات القرن الماضي يعني بالفعل هو موجود بذاكرتنا شخصية عمر المختار لكن الكثير من المشاهدين ممكن فعلا أرادوا قراءة هذا الكتاب من خلال ما أضفت لأنه اليوم خلال هذا الكتاب هناك فقط نقطة يعني هو كتاب الدكتور علي الصلابي مهم جدا لقراءة شخصية عمر المختار لكن أيضا مذكرات قريسياني يعني هذا المستعمر وهذا المتوحش لديه مذكرات بعنوان برقة الهادئة تم ترجمته إلى اللغة العربية ويحكي فيها قصص كل شيء يعني يحكي وقائع لا يخجل من ذكر شيء أبدا وأيضا هناك محمد فؤاد شكري له كتاب السنوسي دين ودولة كتاب مهم الدكتور علي الصلابي له كتاب مهم أيضا التاريخ الحركة السنوسية أيضا جسد في أحداث تلك المرحلة وذكر فيها شخصية المختار هناك كثير الطيب الأشهب له كتاب عن عمر المختار وأيضا محمد الجهمة له كتاب عن مذكرات مجاهد وهو يحكي فقط سيرة عمر المختار وحمد الجهمة هو معاصر عمر المختار ومناضل معه فهذه الكتاب كلها يمكن أن نستفيد منها في قراءة شخصية عمر المختار ونقارن بين الروايات لنرى كيف أن هذا البطل تجسد في الذاكرة التي عايشت والتي تعيشها الآن صحيح يعني شكرا كثيرا لوجودك معنا ولكل هذه المعلومات شكرا لك الباحث والكاتب طالب الضغيم شكرا لكم اشتركوا في القناة